اعزائي طالب التطورات السنوية العامة اهلا بكم في الحلقة رقم 18 من برنامج مدرس على الهوى صباح الخير على كل طلبنا العزائي صباح الخير على كل مدرس اللغة العربية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم لكي نرتاقي بالبرنامج وندنوا من الكمال هيكون معنا النهاردة مستر محمد السخاوي واللي يشرح لنا البلاءة صباح الخير مستر صباح النور يا مستر صباح الخير صباح الجميل لغتنا العربية لغة جميلة ومعنا السخاوي والبلاغة ازاك يا مستر منورنا هتشرح لنا البلاغة كلها معقول ان شاء الله طب بتفضل نحاول هنحاول لأكيد ان شاء الله طبعا البلاغة مشكلة معظم الطلبة بتوعنا البلاغة دايما بيجينا بعض الاسئلة من الطلبة واكتر سؤال بنتسئله في البلاغة يقولك الابيات احنا مش فاهمينها هل هيقابلنا كلمات صعبة مش هل هيقابلك اكيد هيقابلك كلمات صعبة لانك بتشوف قطعة البلاغة لأول مرة البلاغة في تالتة سنوية بتدور حول الكلمة تسمى التجربة الشعرية التجربة الشعرية بتنقسم لثلاث عناصر لو الطالب قسم العناصر وفهمها كويس هيبقى سؤال البلاغة ده سؤال بسيط جدا من نسبانه العنصر الاول اسمه الفكر والعنصر التاني اسمه الوجدان والعنصر التالت اسمه الصور التعبيرية الصور التعبيرية ده بيضم تلت اجزاء الفاظ وموسيقى وخيال حنشوف الكلام ده حالا بس هما نبدأ اول عنصر اللي هو عنصر الفكر ايه عنصر الفكر؟ طبعا الطالب بيشوف كلمة فكر في السؤال بيتخط الفكر اللي هو الشرح هو واخد على كلمة الشرح قبل كده في السنين اللي فاتت انما في سنة تالتة لما نيجي نسأله في الشرح نقول له الفكر عنصر من عناصر التجربة الشعرية وقع الشعر تحت تأثير فكر عميق وابدح ذلك يبقى انا في النهاية بطلب برضو شرح الابيات لازم ابدأ الاجابة النموذجية وابدأ اقول تدور الابيات حوله واكتب فكرة رئيسية وبعد كده اقول له حيثو ضارت افكار الشاعر حوله وابدأ في الافكار الجزئية الفكرة الرئيسية للأسف بتكون دايما موجودة فوق قطعة البلاغة وبقول للأسف لان كل الطلبة ما بتاخدش بالها من الفكرة الرئيسية على سبيل المثال اقول يقول الشاعر مخاطبا للشباب اذا انتدور الابيات حوله مخاطبة الشاعر للشباب يبقى الفكرة الرئيسية غالبا بتكون موجودة فوق قطعة وفوق نموذج البلاغة والطالب مش واخد باله وبعد كده ابدأ اقول الافكار الجزئية اللي هو شرح كل بيت على حدة ولكن الاجمل في السنوان العامة ان احنا نشرح الابيات باجمال ما نقولش يقول في البيت الاول كذا ويقول في البيت التاني كذا هقوله يقول الشاعر او دارة افكار الشاعر حوله وحاول اشرح على قد ما اقدر الكلمة السهلة هشرحها بطريقة وبطريقتين الكلمة الصعبة هحاول اتجنبها عشان ما اكشفش نفسي في الشرح للمصاحح او المقدر واعرفه ان انا بقابل صعوبات في البلاغة او انا بدور حوله كلمة معينة مش فاهم معناها تمام يبقى الفكر بتدور الابيات حوله واكتب العنوان الرئيسي حيصدرت افكار الشاعر حوله واكتب الافكار الجزئية السؤال دايما بننتسأله في الحيطة دي طب هل ممكن الفكرة الرئيسية متكونش موجودة في قطعة البلاغة في بعض الامتحانات وبعض النمازك مش هنلاقي فكرة رئيسية في الحالة دي الطالب بيقرأ الابيات قراءة جيدة وبيحاول يستخلص فكرة رئيسية تصلح ان تكون عنوانا لقطعة البلاغة يبقى سؤال الفكر هو سؤال الشرح كل اللي اتغير في السنوية العامة هو الاسم واللفز ليس اكثر قبل كده اقول له اشرح انما في سنة تلتة سنة ويقول له الفكر عنصر من عناصر التجربة الشعرية وقع الشعر تحت تأثير فكر عميق كان لفكر الشعر اثر في الابيات يبقى انا بسأله في سؤال الشرح من الاسئلة اللي الطلبة بتقف فيها كلمة الوجدان اول ما اقول له الوجدان عنصر من عناصر التجربة الشعرية وقع الشعر تحت تأثير وجدان عميق يقول لي ايه الوجدان الوجدان اللي هو كان واخدها من زمان جدا اسمها العطفة العطفة دي لها اسماء بيتحك على الطلبة بيها في الامتحاد الوجدان هو العطفة الشعور الاحساس الانفعال او التأثير النفسي دي كل الكلمات اللي تقريبا جات في كل الامتحانات السابقة كلمة الوجدان بتساوي وتعدل كل هذه الكلمات اجي في الامتحان واقول له الوجدان عنصر من عناصر التجربة الشعرية يبقى انا بتكلم على العطفة الشعور الاحساس وقع الشعر تحت تأثير انفعال عميق الطالب بيقلق من كلمة انفعال عميق الانفعال هو الوجدان هو العطفة كان للتأثير النفسي اثر بالخ في الابيات اللي هو في الاخر العطفة او الوجدان الاجابة النموذجية للكلام ده لقد اختار الشاعر عاطفة قوية ومؤسرة الى وهي وام كاتب العطفة لازم بعد ما استخرج العطفة اقول وقد دلت عليها الفاظه مثلا وطلع ثلاث او اربع كلمات الكلمات مش هتكون من دماغي الكلمات هتكون من داخل الابيات ككلمات كلمات ليسا مش هنشرح الابيات هنقول كلمات والفاظ بس الكلمات دي بتدل على عطفة الشعر واحد يقول لي طب ايه هي العطفة هي الاحساس المسيطر على الشعر عند كتابة القصيدة سواء فرح او حزن اه طبعا وطبعا الغالبية العظمة برضو ما بيقراش الفكرة الرئيسية طب احنا في العطفة دلوقتي ايه اللي هي رجعنا الفكرة تاني ما هو الفكرة الرئيسية اصلا هي اللي بتخليك هي طوق النجاة اللي بتخليك تفهم الابيات وتكتب تدور الابيات حوله وبرضو بتعرفني ايه هي العطفة المسيطرة على الشعر لما اقول الشعر يخاطب الشباب اكيد العطفة المسيطرة على الشعر لما يجي يخاطب الشباب هي عطفة النصح والارشات الشعر يتحدث عن العرب طالما الشعر بيتكلم عن العرب وبيتكلم على كل امجاد العرب يبقى العطفة هي الفخر برافو مستر احمد فعلا لما يجي يتكلم على مصر يبقى العطفة هي حبه لمصر بيتكلم على نهر النيل في الفكرة الرئيسية يبقى العطفة هي اعجابه الشديد بنهر النيل للأسف كل ما الطالب هيهمل الفكرة الرئيسية ومش هيقرأ بدقة الكلام اللي موجود فوق قطعة البلاغة للأسف مش هيقدر طبعا يطلع الفكرة أو يطلع العاطفة بنقول لازم نطلع ألفاظ مع العاطفة أو الوجدان والألفاظ مش من دماغ الطالب الألفاظ تكون من داخل الأبيات بناء ثلاث كلمات أربع كلمات الكلمات دي بتدل على الإحساس بتدل على الوجدان بتدل على الشعور بتدل على الانفعال أي كلمات الطالب بي استخرجها من الأبيات الإجابة بتكون صحيحة هو بيزبط للمصحح أو المقدر هو فاهم يعنيه عاطفة ولازم يجاوبها باستخدام ألفاظ موحية ومعبرة وتكون الألفاظ من داخل قطعة البلاغة فيه سؤال مهم جدا جدا وده سؤال سابت في الامتحانات بقاله فترة طويلة جدا وهو الجمع والامتزاج بين الفكر والوجدان هم لقوا الموضوع مش هيجيب همه بدل ما يسأل الطالب في الفكر الوحده وهو الشرح ويسأل الطالب في الوجدان وهو العاطفة قالك طب ما نجمع الاثنين في سؤال واحد خلي بالك لقد امتزج الشاعر أو امتزج فكر الشاعر بوجدانه أول ما يقول لي كده نعرف إن ده سؤال مهم جدا جدا في السنوية العامة تقريبا السؤال ده ما غادرش امتحانات السنوية العامة خمس امتحانات أو أكتر متتالية ده يبين أهمية السؤال اللي معانا الشاعر الجيد ما امتزج فيه الفكر بالوجدان الشاعر الجيد من يمزج بين الفكر والوجدان استطاع الشاعر أن يعانج بين فكره ووجدانه أول ما يقول لي أفكاره ووجدانه فكره وإحساسه ما احنا قلنا إن الوجدان هو الإحساس يبقى بيعمل عملية امتزاجة طالما قال لي امتزاجة يبقى أنا لازم هطلع إجابتين هطلع إجابة الشرح وطلع إجابة العاطفة عايزين ندمج الإجابتين دول في إجابة واحدة هنقول لقد أول حاجة في الإجابة لقد نبعت أفكار الشاعر أول ما قول نبعت أفكار الشاعر كل الناس هتتخيل إن احنا هنبدأ بالأفكار لا لقد نبعت أفكار الشاعر من خلال عاطفة قوية ومؤسرة ألا وهي وأم كاتب العاطفة يبقى كل ما قول أو أول ما ابدأ بكلمة لقد نبعت أفكار الشاعر الناس هتتخيل لأنا هبدأ بالفكر لازم نبدأ بالعاطفة لأنه هو بيكتبها كده في نموذج الإجابة بتاع السنوة العامة لقد نبعت أفكار الشاعر من خلال عاطفة قوية ومؤسرة ومعبرة ألا وهي كذا وقد دارت أفكاره حوله وأم شرح التلات سطور اللي كنت بشرحهم بإجمال وقلت في الأفكار الجزئية ما حاولش اللي أنا أقول يقول في البيت الأول كذا ويقول في التاني كذا ويقول في التالت كذا عشان ما خليش المقدر يركز معايا أزيد وأكتر من اللازم حيث دلت عليها ألفاظه مثلا وقم طلعت ثلاث أربع كلمات اللي احنا قلنا عليهم يبقى السؤال بدأ بالعاطفة ولازم أم حاطط له خط كده على من خلال عاطفة وأما أجي أشرح وأقول دارت أفكاره أحط له خط على كلمة دارت أفكاره وبعد كده أقول دلت عليها ألفاظه أنت بتعرف المقدر والمصحح بالطريقة دي اللي أنت جاوبت السؤال على ثلاث أجزاء الجزء الأول هو جزء العاطفة الجزء الثاني شرح الثلاث أفكار ونلاحظ في الامتزاج ما جبناش الفكرة الرئيسية لأننا احنا بدأنا بالعاطفة على طول عشان كده قلنا لقد نبعت أفكار الشاعر من خلال عاطفة قوية ومؤسرة ألا وهي كذا حيصدارت أفكاره حوله واشتغلنا ثلاث سطور في الشرح وقد دلت عليها ألفاظه السؤال ده يعتبر أهم سؤال احنا شفناه في السنوات العامة وأهميته في تصميم الناس ووضع الامتحانات أنه يجي خمس امتحانات أو أكتر متتالية ده معنى أنه سؤال مهم جدا وهو امتزاج الأفكار بالإحساس كلام جميل وكلام سهل جدا الصور التعبيرية ده العنصر الأخير أول كلمة الألفاظ فيقولك الألفاظ بيجي فيها إيه هو ما يعرفش أن سؤال الألفاظ هو خلصه أصلا الألفاظ لما جسأل حضرتك في الوجدان لازم تطلع ألفاظ ولما جسأل حضرتك في الامتزاجة لازم تطلع ألفاظ سواء ذكر في السؤال كلمة ألفاظ أو لم يذكر كلمة ألفاظ لما بيقول الوجدان المسيطر على الشاعر بجيب العاطفة وطلع ألفاظ ساعات بيبقى طيب جدا في السؤال فبيقول الوجدان وأصروا على الألفاظ وكده بيوضح للطالب أن هو لازم يستخرج الألفاظ يعني سواء ذكر كلمة ألفاظ في السؤال أو ما ذكرهاش احنا قلنا من إيه البداية؟ أن احنا هنطلع ألفاظ إنما لما يكون ماشي بقى على الرتم القديم في الامتحانات فيقولك كان لوجدان الشاعر أصر كبير كان لوجدان الشاعر أصر كبير في اختيار ألفاظه أول ما يقولي ودان وألفاظ هو كده بيقوله استخرج العاطفة وخلي بالك خلي بالك خلي بالك إن العاطفة لازم تستخرج معها ألفاظ خلي بالك هو كده بيكون راجل طيب جدا في الأسئلة وكده بيوضح للطالب إن لازم مع الوجدان ألفاظ بس احنا اتفقنا من البداية إن كلمة الوجدان اللي هي العاطفة سواء ذكر في السؤال كلمة ألفاظه أو لم يذكر في السؤال كلمة ألفاظه كده كده لازم أستخرج ألفاظ لأن لا عاطفة بدون كلمات موحية ومعبرة عن هذه العاطفة يقول لي لقد كان لوجدان الشعر أثر كبير في معجمه الشعري كلمة المعجم الشعري كلمة بيتحك بيها عن الناس هي برضو كلمة الألفاظ يبقى كلمة معجمه الشعري عن الألفاظ برضو بيصمم للناس يقولون من الوجدان بيستخرج معاه ألفاظ أصعب سؤال جابه في الألفاظ أو أصعب كلمة استخدمة للألفاظ لقد ارتدى الشاعر عباءة اللغة للتعبير عن إحساسه كلمة عباءة اللغة هي الألفاظ أيضا إذن كلمة الألفاظ لها ثلاث كلمات في الامتحان ألفاظه معجمه الشعري عباءة اللغة التلاتة بيبين لي أي طالب بيشتغل أن لازم مع الوجدان أو العاطفة يستخرج ألفاظ سواء ذكر الكلمات أو لم يذكر الكلمات كده كده احنا اتفقنا من البداية أن احنا هنطلع الفاظ لما نيجي نراجع بالسرعة اللي احنا قلناه قلنا الفكر اللي هو شرح الأبيات هبدأ وأقول تدور الأبيات حوله وكتب فكرة رئيسية حيصدرت أفكاره وكتب الأفكار الجزئية على قد مقدر والشرح يكون بطريقة مجملة وأقولش يقول في البيت الأول والتاني والتالت ييجي الطالب دايما نتسأل السؤال ده أنا ممكن ألاقي كلمة صعبة وأنا بشرح مش ممكن تلاقي كلمة صعبة أنت أكيد هتلاقي كلمة صعبة لأنك بتشوف قطعة البلاغة لأول مرة لأول مرة أو للمرة الأولى فأكيد أنت هتلاقي كلمة صعبة ولكن النجاح اللي أنت ما تبينش للمقدر أنك فيه كلمة صعبة وأنت مش عارف تحله السؤال التاني والعنصر التاني في البلاغة هو الوجدان والوجدان قلنا العطفة الشعور الإحساس الانفعال التأثير النفسي كل دي كلمات بيتحك بيها وبيخدع بيها الطلبة اللي ما بيتركز في قراءة السؤال كل ده معناه وجدان هقول لقد اختار الشاعر عطفة قوية وصادقة ومؤسرة ألا وهي واكتب العطفة وإن تكن الحب التفاؤل الحزن زي ما قلنا الفخ وقد دلت عليها ألفاظ الحيطة دي سبتة معي في سؤال الوجدان سواء هو ذكرها في السؤال أو لم يذكرها من أهم الأسئلة زي ما قلنا امتزاج الفكر بالوجدان وده سؤال لن ولم ولا يخرج من امتحانات السنوية العامة امتزج فكر الشاعر بوجدانه الشاعر الجيد من يمزج بين فكر وجدانه الشاعر الجيد ممتزج فيه الفكر بالوجدان وساعات يقول أفكاره بإحساسي ما هو الوجدان اللي هو الإحساس هقول لقد نبعت أفكار الشاعر كل الناس بتبدأ في مصر تشرح وتجيب العطفة لا احنا هنعكس احنا عايزين نجيب العطفة وبعد كده نشرح هنقول لقد نبعت أفكار الشاعر من خلال عطفة قوية ومؤسرة ألا وهي واكتب العطفة وقد دارت أفكاره حوله واشرحت ثلاث سطور بإجماع وقد دلت عليها ألفازه مثل واستخرج ثلاث أربع كلمات والكلمات تكون من داخل أبيات دخلنا في العنصر الثالث والأخير في البلاغة وهي الصور التعبيري ألفاز الألفاز ليس لها علاقة إلا مع الوجدان وإما ما يذكرهاش في السؤال أو يذكرها يقول لي كان لوجدان الشاعر أثر في اختيار ألفازه بيقول للناس طلع عاطفة وألفاز كان لوجدان الشاعر أثر كبير في معجمة الشعري طلع عاطفة وألفاز ارتدى الشاعر عباقة اللغة للتعبير عن إحساسه بيقول له طلع عاطفة وألفاز ودي أصعب كلمات ممكن تيجي في الألفاز بندخل بعد كده في عنصر اللي بعد كده العنصر الموسيقى الموسيقى اللي مقصود بها إيه بقى؟ السجع وال... ده جزء بس السجع مش موجودة عندي في الشاعر لأن السجع محسن موسيقي مع النثر وليس الشاعر تعال كده نشوف إيه موضوع الموسيقى الموسيقى دي نوعين موسيقى خفية وموسيقى ظاهرية بيقولوا على الخفية داخلية وبيقولوا على الظاهرية خارجية خلي بالك من الألفاز اللي بلعب بها في الامتحاد مرة يقول استخرج موسيقى خفية ومرة تانية يقول استخرج موسيقى داخلية والخفية هي الداخلية ومرة يقول ظاهرية ومرة يقول خارجية حنبدأ بالموسيقى الخفية مفيش حاجة أصلا اسمها موسيقى خفية في الأبيات دي المفاجأة لكل الطلبة الموسيقى الخفية لا يشعر بها القارئ ولا المستمع ولكن يشعر بها من كتب هذه الأبيات فلما يجي يسألني في الامتحان ويقولي الموسيقى الخفية تحققت برد بإجابة وقوله نعم تحققت ونتجت عن الصدق الشعوري الإجابة بتاعي التعبار عن سطر واحد الصدق الشعوري والكلمات الموحية المعبرة مثله وأم طلع له ثلاث أربع كلمات وتناغم الحروف في الألفاظ والعبارات أنا بحاول بطريقة دبلوماسية أن أنا أحسس المقدر أن أنا فاهم يعنيه موسيقى خفية الموسيقى الخفية بتيجي من الصدق الشعوري الصدق الشعوري للشاعر وهو صدق العطفة أقوله كده الصدق الشعوري والكلمات الموحية المعبرة وأطلع له بعض الكلمات وتناغم الحروف في الألفاظ والعبارات بقوله فيه تناغم أنا أحسس أن فيه تناغم فيه انسجام في الأبيات الانسجام والتناغم والكلمات الجميلة الموحية أدت في النهاية لموسيقى تسمى موسيقى خفية يبقى ما بيجي موسيقى خفية هو بيحاول يعني أنه يبسط الأولاد في بداية السؤال فيقوله لقد وضحت الموسيقى الخفية لقد تحققت الموسيقى الخفية أو الداخلي هقوله نعم ونتجت عن الصدق الشعوري والكلمات الموحية المعبرة مثلة وأطلع له ثلاثة أربع كلمات وتناغم الحروف في الألفاظ والعبارات أنا أحسس بانسجام في الأبيات حاسس بتناغم في الأبيات طبعا هو الطالب مش حاسس بحاجة بس لازم يحسس المقدر أنه أحسس بكل حاجة أنا أحسس بتناغم حاسس بانسجام لذلك نتج عن ذلك الموسيقى الخفية أما الموسيقى الظاهرية لا دي موجودة فعلا في الأبيات ودي لازم يجاوبها بكلمة أولا وسانيا كلمة أولا وسانيا معنى كده أن الموسيقى الظاهرية عبارة عن شقين مهمين جدا أولا من خلال الوزن والقافية الوزن والقافية الحرف الأخير والوزن اللي الشعر نظم عليه الأبيات دي موسيقى خفية ثانيا اللي الدكتور كان بتقول عليها المحسنات البديعية الموسيقية اللي لها جرز موسيقى رناه كل المحسنات ما عادة ساجعة لأن الساجع يأتي مع النصر وليس الشعر هنشوف حالا إزاي أجاوب بالوزن والقافية الوزن والقافية اللي جابه سطر ونص بقول له لقد اختار الشاعر وزنا نظم عليه قصيدته وقافية وهي حرف نقط حرف نقط القافية بتكون آخر حرف في الأبيات لازم نفهم الأولاد أن الحرف الأخير ده هو القافية وطبعا تشابه الحرف الأخير ده بيعطي نغمة موسيقية وطالما بيعطي نغمة موسيقية إذن هو جزء من الموسيقى الظاهري لأنه اتضحت في الأبيات موسيقى أنت شايفها بعنيك وسمحها وانت بتتكلم يبقى اختار وزنا نظم عليه قصيدة وقافية وهي حرف كذا وكان لهذا الوزن وهذه القافية زبزبة موسيقية تؤثر على أذن المستمعة أول موصل لكلمة زبزبة أنا خلصت الوزن والقافية زي الزبزبة حضرتك معنا ده آه زي الزبزبة موسيقية حضرتك عليك صوت موسيقي في الشرح ربنا يخلي حضرتك ربنا يخليك يبقى الوزن والقافية لقد اختار الشاعر وزنا نظم عليه قصيدته وقافية وهي حرف نقط الحرف الأخير ونتجة عن ذلك زبزبة أو نغمة موسيقية تعمل على لفة النظر أو نغمة موسيقية على أذن المستمع طبعا أنا كده خلصت له الوزن والقافية بعض الطلبة بتفتكر أن الموسيقى الزهرية مجرد الجملة اللي هو كتبها في الوزن والقافية هو كده خلص لا طبعا عشان كده احنا بنجاوبها بكلمة أولا وثانيا عشان نفكر الطلبة كلهم أن الموسيقى الزهرية عبارة عن شقين مش جملة أنت تحفظها تقول الشعر اختار وزن معين وقافية وهي حرف كذا ونتجة عن ذلك النغمة الموسيقية أو الزبزبة الموسيقية وتمسي تسيب لمتاحة فاحنا كده خلصنا لا طبعا ده كلام الصحيح لازم استخرج محسن بديع موسيقي يعني محسن يكون سر جماله لي جرس موسيق رنان طبعا المحسنات كتيرة جدا علم البديع ده فرع كامل في البلاغة ويمكن هما درسوك كاملا في السنة الماضية ولكن المحسنات الموسيقية حظهم حالو تقريبا ثلاث محسنات موسيقية بيلاقيهم في قطعة البلاغة التصريع هنشوفه حالا وهنرجع مع الطلبة الجناس وحصن التقسيم إن الشاعر يقسم البيت لعدة فقرات متساوية أو الجناس اللي هو التشابق أو التصريع طبعا نفكر التلاتة الأول ليهم سر جمال واحد التلاتة لهم جرسا موسيقيا رنانا يعمل على لفت النظر وجذب الانتباه طبعا التلاتة سر جمالهم واحد جرس موسيق رنان عشان كده التلاتة دول هما المحسنات البديعية الموسيقية اللي هما من ضمن الموسيقى الظاهرية طبعا هما الطلبة درسوهم قبل كده ولكن احنا عايزين نفكر الناس ايه هو التصريع نفكرهم بسرعة التصريع بيأتي مع الشعب وهو اتفاق اخر حرف في الشطر الاول مع اخر حرف في الشطر التاني ولكن في البيت الاول شرط التصريع ان يحدث في البيت الاول عندهم مثلا اختلاف النهار والليلة ينسي اسكرة لي صبا واياما انسي عندهم نص احمد شوقي ينسي وانسي ده تصريع لابد ان يحدث في البيت الاول الطالب الزكي بيبص في اول بيت في قطعة البلاغة لو لقى الحرف ده هو متشابه مع الحرف ده هو يبقى هو كده ضمن ما يسمى بالتصريع اللي ليه نغمة موسيقية وجرز موسيقى رنان بيعمل على لفة النظر وجذب الانتباه يبقى هو كده مع المحسن البديعي وكده كده هو فاهم يعني وزنا وقافية واحدة يبقى هو كده ضمن سؤال الموسيقى إذا اتسأل ده قبل ما يبص على الأسئلة الموجودة تحت الأبيات إيه أصلا تمام يبقى شرط التصريع لازم يكون في البيت الأول طبعا فيه سؤال بنتسأله برضو من الطلبة اللي بتفكر قوي طب وإيه اللي يعرفني ان البيت ده هو هو البيت الأول هو البيت الأول أنا بتعامل لو أنا جايب ثلاث أبيات بلاغة لو ده هو البيت رقم 99 وده هو 100 وده هو 101 كلام محترم ده هو بالنسبة لي في قطعة البلاغة هو البيت الأول تمام يبقى احنا بنتعامل على الأبيات اللي قدامنا حتى لو هي قصيدة حضرتك حفصة قبل كده وعارف ان البيت ده مش البيت الأول فيها ولكن انت بتتعامل فيه نموذج الامتحان ان هو البيت الأول طيب الجناس الجناس ده محسن لذيذ جدا والطلبة بتحبه جدا الجناس نوعين جناس تام وجناس ناقص ما شاء الله الدكتورة شطرة جدا في البلاغة الجناس التام كلمتان متشابهتان تشابها تاما ولكن مع الاختلاف في المعنى لازم يكونوا شكل بعض بس مختلفين في المعنى هنا تدي معنى وهنا تدي معنى تام خلص طبعا الطلبة تقولك طب ازاي هو تام كلمتين شبه بعض بس مختلفين في المعنى لما اجا اقول صليته المغربة في المغرب شو في المغرب والمغرب صليته المغرب الأولى صلاة المغرب طب في المغرب بلد المغرب الوقت من ذهب وقد ذهب ذهب وذهب ذهب الأولى الدهب طب وذهب مضى ورحل عندهم أحمد شوقي في نص غربة وحنين عشان يبقى بنطبع عن نصوص برضو يبقى بيراجعوا الجماليات بتاعت النصوص وسلا مصر هل سلا القلب عنها سلا وسلا سلا بيسألوه انت نسيت مصر لما كنت في المنفى قالوهم انا مش هرد عليكم سلا مصر اسألوا مصر هل سلا نسا قلب نسا سلا وسلا سلا الأولى اسأل مصر انما سلا التانية نسا القلب طبعا استفهام غرضه النافي لانه عمره ما نساها أبدا يبقى سلا وسلا جنستان كلمتان متشابهتان تشابها تم ولكن مع الاختلاف في المعنى الجنس الناقص انت وشيكتك في الأبيض ده بتطلع عليك كلمتان متقاربتان متشابهتان تشابها ناقصا فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائل تنهر خلا تنهر بص على تقهر تقهر تنهر وتنهر أيو اللي اختلاف بينهم حرف واحد أبص على كلمة الخيلة وكلمة الليلة اللي اختلاف حرف واحد دي فيها ألف ولام ويا ولام وألف ولام ويا ولام كلمات متقاربة في النطب والشكل ده بيسموه جنس ناقص سواء التم أو الناقص أو سواء التصريع اللي قبله كله لي جرز موسيق رنان بيعمل على لفة النظر وجذب الانتباع طب إيه المحسن التالت حسن التقسيم عشان يبقى غطينا المحسنات الموسيقية وغطيني أولاً وثنياً في الموسيقى الظاهرية حسن التقسيم ده أنا شايف إن هو رزق للطالب لما بيلاقي موجود في الامتحان إن الشاعر يقسم البيت إلى عدة فقرات متساوية يجيب كلمات متساوية زي عندهم في نص المساء لخليل مطران مثلاً متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي خليل مطران شاعر لبناني مسيحي هرب من لبنان لفرنسا من العصف التركي وتبعته المؤامرات التركية فرنسا فترك فرنسا وجاء إلى مصر ليمر بتجربة عاطفية خافقة فاشلة مرض بعدها مرض خطير وكان هذا الشاعر يعاني من نوعين من المرض ومن الآلام ألام نفسية وألام عضوية فالناس طبعاً صحاب المصريين صعب عليهم نصحوا أن يذهب إلى الأسكندرية حيث الهواء المنعش والمناخ المعتدل فأخذ بنصيحة أصحابه وذهب إلى الأسكندرية ولكن ازداد مرضه وصبغت الدنيا في عينيه بلون قاطم وأنشت هذه القصيدة فالناس كلها بتسأل إيه اللي وصلوا لحالة دي؟ فبيقولهم متفرد بصباباتي وحيد بعشقي وشوقي لها إن هو كان بيحبها لوحده أيوة ومتفرد بكآبتي وحيد بهمه وبحزنه وبكآبته حتى الكآبة والهم لم تشاركوا فيها محبوباته ومتفرد وحيد بعنائي ومرضي الآن نلاحظ أن المرض نتيجة للكآبة والكآبة نتيجة للصبابة حبها لوحده ما سألتش فيه فجاله كآبة برضه ما سألتش فيه فالنهاية أصبح مريضة نبص في البيت الشطر الأول متفرد بصباباتي متفرد والشطر التاني بكآباتي متفرد بعنائي أنا شايف أني متفردهم بصباباتي أدي متفردهم بكآباتي أدي متفردهم بعنائي معنى كده أن البيت فيه حصن تقسيم مما كان له جرسا موسيقيا رنانا يعمل على لفت النظر وجذب الانتباع طبعا هو مش هيلاقي المحسنات التلاتة ولكن هو هيلاقي نوع من المحسنات مع الجملة بتاعة الشعر اختار وزن ونظم على قافية وحيدة وهي حرف كذا والوزن والقافية زائد محسن من التلاتة يبقى كده الطالب بجدارة استخرج سؤال اسمه موسيقى الظاهرية طب إيه الموسيقى الخافية عشان ناس نست الموسيقى الخافية تكون وتنتج من الصدق الشعوري تنتج عن الصدق الشعوري والكلمات الموحية المعبرة وطلع أربع كلمات من الأبيات وتنغم الحروف في الألفاظ والعبارات كلام جميل وكلام زي الفل إحنا وصلنا لآخر عنصر في بلاغة السنوى العامة كان مستر أحمد بيقول هنلحق نخلص بلاغة التالتة سنوى هنلحق لو عايزين خلي بل حضرتك معايا فكس عشان هسألك قوله مثال الخيل والبغالي والحمير بلاغة وصلنا الأهم سؤال وآخر سؤال وهو سؤال الخيال هيبقى فيه سؤال تاني تكملي هنقوله حالا ولكن أما نشوف موضوع الخيال ده كل الطلب عارفة أن الخيال هو البيان فكان ييجي في الامتحان في السنين اللي فاتت يقولهم استخرج لونا خياليا أو لونا بيانيا كلام جميل اللون الخيالي أو البياني عبارة عن أربع دروس التشبيه الاستعارة الكناية المجاز المرسل الأربع دروس ده همت هم الخيال أو البيان كانت بيتقابلنا مشكلة كبيرة جدا في التصحيح مع الطلباء إن الطالب يطلع التلات أبيات قدام حضرتك فطالب يطلع منه هو تستعار منه هو تشبيه مثلا لو جال سؤال مفتوح وقال استخرج لونا خياليا أو لونا بيانيا فطبعا يطلع حاجة لو نموذج الإجابة ما فيهوش الحاجة اللي الطالب يطلعها للأسف المقدر بيعملها له غلط يروح الولد يكشف على ورقته فيلاقي إنه هو حال الإجابة صحيحة ولكن للأسف إجابته مش موجودة في نموذج الإجابة بصراحة الناس بتوع اللغة العربية اللي شغالين مكتب المستشار طبعا لشك إنهم عامين مجهود رهيب جدا في الأسئلة وفي تعديل من أول البوكلت من أول امتحان البوكلت اللي نزل أنا شايف إنه إحنا عالجوا مشاكل كبيرة جدا في اللغة العربية منها المشكلة دي فالناس قالوا طب إحنا هنعمل حل كان لازم حل للموضوع الطلبة بضعها درجتين كل سنة أو درجة ودرجة ونص كمان بعدما العربي واللغة العربية بقت بـ 80 درجة بقت حاجة مرعبة فبصراحة أستاذنا المستشار قال لك هنعمل حاجة جميلة جدا إحنا مش هنقول للطلب طلع لونا خياليا أو استخرج لونا نبيانين إحنا هنطلع الجملة هيكتب هو الجملة بين قصين ونقول ما نوع الصورة وما قيمتها الفنية ما نوع الصورة معنى كده إن الجملة بقت بتطلع الإجابة بقت بتطلع بين قصين والطالب يقول ما نوع الصورة ما نوع الصورة يعني يقولي ده تشبيه أو استعارة أو كيناء أو مجاز مرسل ياخد درجتيك أظن كده يعني بصراحة عدهم العيد بصراحة اللي عليهم مزيادة فييجي الطالب بقى يقولي طب افرد الجملة اللي حضرته جابها في الامتحان أنا ما عرفتش نوعها إيه لأنك كده طالب ضعيف وكده في مشكلة طب ما تيجي نشوف إيه قصة النوع الجملة ده هنلعب لعبة بسيطة جدا لما تفكروا من الأول معلش بالله هنقول أحلى من كل الكلام ده حالة نوعه الجملة قدامنا إيه وهنطبق من سنوية عامة حالة وإحنا وقفين أي جملة ودي حاجة هقولها حصريا البرنامج بتاعكم بس مش بقولها في أي حتة خلي بال حضرتك الجملة قدام حضرتك هنحط في نص الجملة مثلة لو الجملة قبلت مثلة قبلت مثلة يبقى تشبيه يوضح المعنى ويبرزه خلي بال حضرتك أي جملة جبها بينقصين هنحط في نص الجملة مثلة قبلت مثلة يبقى تشبيه ألف السنوية العامة من سنتين أنت هواية ما نوع الصورة وما قيمتها الفنية هنتكلم في القيمة الفنية حالا الأول نشوف ما نوع الصورة نحط كده مثلة في نص الجملة أنت مثلة هواية قبلت ولا ما قبلتش قبلت يبقى ده تشبيه على طول وضح المعنى أو يوضح المعنى ويبرزه في إيجاز بيقول طب لو أنا جبت جملة والجملة جيت أحط في النص مثلة ومثلة ما قبلتش في الجملة تبقى على طول استعارة مكنية واللي استعارة مكنية سر جمالها إما التكسيم وإما التشخيص لو هشبه حاجة معنوية بحاجة مادية يبقى تكسيم لو هشبه أي حاجة بإنسان يبقى تشخيص وهنشوف دلوقتي المثالين طب إزاي يا خلي بال حضرتك لما جا في امتحان 2018 من السنوية العامة عشان الناس تعرف أنه شغالة كويس جدا قال لهم في البلاغة فأقيموا نهضة ما نوع الصورة في الجملة دي فأقيموا نهضة نحط كده مثل الطريقة بتاعتنا فأقيموا مثل نهضة ينفع الكلام دا؟ ما نفعش الكلام دا يبقى استعارة مكنية يبقى الجملة استعارة مكنية سر جمالها يا إما هتجسم يا إما هتشخص طب نشوف فأقيموا نهضة هي النهضة دي بتقام النهضة دي حاجة معنوية استعارة مكنية شبه النهضة وكانها شيء مادي يقام كأنها بناء يقام طرح ما قلت بناء أو شيء مادي ملموس هو يبقى على طول تكسين في طلبة تقول تكسيت تمام طب لو بشبه أي حاجة بإنسان يبقى تشخيص سألتني في الليلة الأشجار هي الأشجار بتسأل؟ استعارة مكنية شبه الأشجار كأنها إنسان يسأل أول ما قول إنسان يبقى على طول سر جمالها تشخيص ربنا بيقول والصبح إذا تنفس هو الصبح بيتنفس استعارة مكنية شبه الصبح كأنها إنسان يتنفس قلت إنسان يبقى تشخيص يبقى شبه بحاجة مادية تكسيت طب لو شبهت بإنسان يبقى تشخيص طب نرجع بقى للسؤال تاني لو الجملة قبلت مثلة تشبيه كلام ده المفروض نسمعه الطلبة تسمعه إمتى؟ في شهر ستة قبل الامتحان بربع ساعات بس إحنا قلنا حصريا في البرنامج بتاعنا بس طيب لو ما قبلتش مثلة يبقى على طول استعارة مكنية طب نفترض إن هو جايب كلمة واحدة كلمة واحدة بس بس بشرط أن تكون هذه الكلمة اسم لو جايب كلمة واحدة بن قصين إذن هي استعارة تصريحية توضح المعنى أيضا وتبرزه مع الإيجاز نلاحظ إن السر جمال استعارة تصريحية شبه سر جمال التشبيه 2017 احنا بنحل السنوية عام حالة 2017 جاب لهم في الامتحان النار ما نوع الصورة في كلمة النار طالما جاب كلمة واحدة والكلمة الوحيدة اسم يبقى على طول استعارة تصريحية جاب لهم في نفس السنة في 2017 في النصوص أهواك يا وطني محمود حسن إسماعيل ما نوع الصورة في كلمة الليل استعارة تصريحية خد بالحضرك السؤال ده بقى بيفرق أكتر من خمس درجات مع الطلبة مش في البلاغة بس لإنه كمان بقى سؤال ثابت عندنا في النصوص ما عادش بيقول استخرج لونا خياليا أو لونا بيانيا بقى يجيب الكلام ويقول ما نوع الصورة والدليل في 2017 جاب في البلاغة النار وجاب في نص أهواك يا وطني الليل والمفاجأة أن اللي اتنين جابتهم كت واحدة استعارة تصريحية مش كل كلمة بتكون استعارة تصريحية قلت لازم تكون اسم ومش كل اسم في ألفاظ عندي للمجاز المرسل ما يجيب ليش كلمة جفون واقولها ما واقول استعارة تصريحية مجاز مرسل علاقته الجزئي ما يجيب ليش كلمة يد مجاز مرسل علاقته السببية ما يجيب ليش كلمة معينة من ألفاظ المجاز المرسل وهم فاهمين يعني ألفاظ المجاز المرسل ويقول لي ده استعارة تصريحية خدع ويعني خدع مصر كلها بخدع في 2015 أتذكر يعني بعد ما عود الناس على الكلام الجميل ده الناس كلها تطمنت خلاص يقول لك تحط مثلة تقبل تشبيه ما تقبلش استعارة متنين كلمة واحدة يبقى استعارة تصريحية بصراحة ما نعرفش مين كان حاطت الامتحان ولكن قنعب قري في 2015 على ما أتذكر جاب لهم بن قسين في قطعة البلاغة سيري ورح حاطت بن قسين كلمة سيري طبعا كان فوق الشعر بيخاطب مصر وبيقول لها سيري طبعا كل الناس ده بيبين بقى الطالب اللي بيفهم والطالب اللي بيعتمد على الحفظ كل الطلبة شافت كلمة سيري لقات سيري كلمة واحدة كل الناس جرت ورحت عملتها استعارة تصريحية وهي أصلا فعل أمر فعل أمر ماهيش اسم أصلا عشان كده قلت خلي بالكم الكلمة الواحدة لازم تكون اسم طبعا سيري لو كانوا كلفوا خطرهم وبصوا فوق قطعة البلاغة كانوا هيلاء الشعر بيخاطب مصر إذن بيؤمرها وبيقول لها سيري استعارة مكنية شباه الشاعر مصر كأنها إنسان يخاطبه ويأمره بالسير وطالما قلت شباهها كأنها إنسان يبقى تشخيص طبعا يعني بصراحة عبقري في الكلمة واللي حزن الناس إنه موجودة عندهم في النص الأولاني لما شوق كان بيخاطب السفينة وبيقول لها سيري وأرسي معنى كده إن هي استعارة أصلا واضحة عندهم بس هم تخدعهم لما لقوها كلمة واحدة يبقى أنا بحذر كل الناس إمتى تكون الكلمة الواحدة استعارة تصريحية أما تكون مشبه به يعني النار بيشبه مشاعره بالنار الليل بيشبه الاستعمار بالليل النور الظلام الصراج العمى دي استعارة تصريحية إنما أجيب ألفاز ما جاز مرسل جفن ويد والكلام ده ده ما جاز مرسل لا إنما كلمة سيري بصراحة ولا كات على البال ولا على الخاطر بصراحة ناس كتير جدا جدا غلطوا فيها في الامتحان لما شفوها كلمة واحدة في حتة مهمة جدا في الخيال للأسف في طلبة كتير جدا بتسقطها وهي القيمة الفنية بنسمع من بعض الطلبة إن القيمة الفنية هي سر الجمال للأسف القيمة الفنية مش سر الجمال القيمة الفنية هي الإحاء هي دلالة الخيال دلالة الجملة يعني دايما نقول للطلبة شوفي الجملة أو الكلمة اللي أنت طلعتها بتوحي بإيه؟ بتدل على إيه؟ في عقل بالك كده وبدل ما تقول توحي بيه وتدل على هقول قيمتها الفنية كذا دايما القيمة الفنية بتكون جزء من العطفة جزء من الإحساس على سبيل المساء هنروح بعيد احنا في السنوات العامة وكاتبين تواريخ كلمة النار في 2017 الراجل بيقول النار في الاعماق لاهبة النار في الاعماق اه اذا ان هو بيشبه مشاعره بالايه بالله استعرض اصرحية توضح المعنى وتبرزه مع الايجاز لسه انت هتنقصص درجة عشان ما قلتش القيمة الفنية وتوحي بالعذاب والألم والحزن والأسى والمعاناة وكتب زي ما انت عايز انا شفت الكلمة بتدل على ايه بدل ما نقول تدل على بدل ما نقول توحي بي هنقول قيمتها كذا بزعل جدا من الطلبة اللي يقول لانا كنت متخالي ان القيمة الفنية هي سر الجمال لا القيمة الفنية من سر الجمال وانت اما اقول لك استعار او مانوع الصورة وبين قيمتها اذا انا ما طلبتش من حضرتك سر الجمال حتى لو حضرتك هتجيب لي سر الجمال انا مش عاوزه انا عايز اللي انا طلبته في السؤال وهو استخراج القيمة الفنية دي حتة مهمة جدا جدا وخطيرة جدا بالنسبة للطلبة طبعا سؤال تكميلي في البلاغة وسؤال مهم جدا 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 في البلاغة مش هقول هو ممكن يجي في الامتحان لانه مسبته في الامتحان برضو بقاله اكتر يعني من خمس سنوات متتالية مضطرة افصل المتعة اللي احنا فيها في البلاغة ربنا خلي حضرتك دي حتة امر حضرتك في دقيقتين انصح كل الطلبة يعملوا ايه في سؤال البلاغة انصح كل الطلبة ان هي ما تخافش من اسئلة البلاغة ما تخافش من الابيات ما اسمعش كلمة الابيات صعبة لانه لو حاول يقرأ الابيات ويبص في العنوان الخارجي او الفكرة الرئيسية هيقدر يشتغل فرع البلاغة فرع ممتع وفرع سهل جدا مش محتاج الرعب اللي هم بيشوفوه او محدش يخوفهم ويهول لهم الامر وربنا يوفقهم كلهم ان شاء الله هي وجهة نظر المتوضع يعني البعيدة عن مدرسين اللغة العربية انا ضئيلة فيها ولكن بقول دايما سؤالي البلاغة اجابتك معك طبعا انت اجابتك معك في قلب الورقة بتاعتك فازاي تخيف اكيد طبعا انا معي حل اللغز جوه الامتحان طبعا هو محتاج بس مش اكتر ان هو يتشجع وان هو يعتمد على نفسه او يبقى فيه ثقة في نفسه لان التهويل اللي هو بيشوفه طبعا احنا طبعا بنتعطف مع ابنائنا كلهم في السنوان العامة وطبعا رهبة الامتحان ومن ننساش حاجة مهمة ان احنا المادة او اللغة العربية بتبقى الاهوال مضعفة لانها هي المادة الاولى فبياخد كل توطر وقلق السنوان العامة تقريبا في اول مادة وهي مادة اللغة العربية اسعدتنا انا سعيد اكتر ونورت مدرسة على الهواء ربنا يخلي حلقة وهنا انتظرك في حلقة اقادمة ان شاء الله ان شاء الله كم فنيات المفهودة في حلقتين او ثلاثة ده شرف لي حبيبي شرفتنا ونتشرف بك في الاقاقات خظيمة اهلا بيك اهلا بيك تمنيتي لكم بالنجاح والتفوق وضمتم بخير اهل مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته